الأفلام السينمائية اللي بيتم إنتاجها في المنطقة الجنوبية للهند بتضم أربع صناعات صحيح أن الأفلام الجنوبية تتهم دائماً إنها بتضم مشاهد تمثيلية خارجة على المنطق ومبالغ فيها لكن الأحصائيات بتقول أن الإرادات اللي يتم تجميعها سنوياً لصناعة الأفلام الجنوبية بتقدر بالستين في المائة من إجمال إرادات السينما الهندية وهالرقم بيبين أنه أفلام بوليود اللي مقرها مدينة مومباي وبتكون باللغة الهندية اللي يتم التحدث بها في أشهر تسع ولايات هندية بتساهم بأربعين في المائة بس في إرادات السينما الهندية والأغرب منها المعلومة أنه لحد الآن أكتر فيلم حقق إرادات في تاريخ السينما الهندية هو فيلم الطالوجو باهو بالي 2 اللي حصد مبلغ 244 مليون دولار لما عرض سنة 2017 وحقق بطل الممثل بربهاس شهرة كبيرة وكمان سنة 2018 حقق الفيلم الطاميري 2.0 مبلغ 116 مليون دولار في شباك التذاكر وكان بطل النجم الجنوبي المعروف رجني كانت اللي بيلقب بأميتاب باتشان الجنوب